ترجمة نانسي قنقر لأنها تستطيع معرفة لأنها تستطيع معرفة يعني تعني واحد الحاجة اللي مختلفة على المعنى الحرفي كنقدرون فهموها it can be understood because of its popular usage يعني تنقدرون فهموها حدش الناس بزاف تستعملوها انا عطيكم مثال هنا عندنا ان ارابيك when we say فاش نقول اطيرو فرحا هي واحد idiomatic expression I am flying of happiness هي ترجمة ترجمة حرفية بلونغلي يعني اطيرو فرحا I am flying of happiness اطيرو I am flying of happiness فرحا لكن الاش تدينا هاد الكلمة و ترجمناها اطيرو يعني I am flying يعني it doesn't mean that you are actually flying يعني مكتعنيش انك بالسحركة الطير ولكن it means that you are very happy يعني انك فرحا بزاف it's obvious يعنيش حاجة اللي واضحة بلون ما نحتاج نشرحها in english for example we say it's raining cats and dogs but it doesn't mean that the cats and the dogs are falling from the sky يعني فاشتا نقولو it's raining cats and dogs مكتعنيش اننا را الكاتس والدوكس يعني القطط و الكلاب كي عبدو من السماء تيطحوا من السماء يعني ما اشتا ولكن تنعنيو انها it means that it's raining heavily يعني ان ديك اشتا كتيرا هاد شي اللي كان عنو بال idiomatic expressions يعني تيكونوا واحد الكلمات اللي كيتستعملوا بزاف و تيكونوا تيعنيو حاجة اللي ماشي هي اللي كين في ال words يعني ال words تيكونوا كيعنوا شي حاجة ولكن المعنى ديالات يعني حاجة اخرى هاد ال idiomatic expressions و الا idioms تيقراوهم الناس بزاف حينتش تيخلوك تبان like a native speaker يعني تشكون كتبان انك كتبان كتبان انك كتبان كتبان انك كتبان كتبان انك كتبان فالهدرة ديالك ال idioms يتبان انك متمكن من اللغة عارف الناس كيفاش كي هدروا بلانجلي سو هاد شي علاش بزاف الناس يبغى يقراو ال idioms هنا يعدنا واحد ال idiomatic expressions اللي بتنوريكم معنى ديالهم هاد ال idiomatic expressions ممكن يتحطوه لكم في الوطني او ربما يستعملوا في ال writing يعني تقدروا تستعملوهم في ال writing اللي استعملتوهم في ال writing غينفعوكم بزاف حينتش ال writing اللي بايجي فيها نقطة زوينة كي خصو يخلي ال writing simple correct و الحاجة اللي مهمة خصو يحاولي استعمل ذوك الفوكابلوري اللي كان في اليونيتس اللي قرأ يعني باش ما استعملتو ذوك الفوكابلوري اللي كان في اليونيت باش ما كي يعاونكم فطنقات مثلا إذا استعملتو idioms for writing راه perfect هنا عدنا a dead loss كي تعني not successful يعني شي حاجة اللي ماشي ناجح شي حاجة مثلا I am really good at football but when it comes to basketball I am a dead loss يعني with flying colors كي تعني easily شي حاجة اللي بسهولة أحمد has an amazing voice he will pass the auditions with flying colors هنا يكي يقولي أحمد has an amazing voice يعني عنده صوت زوين أحمد صوت زوين he will pass the auditions with flying colors pass will pass كي تعني أنه غدي ينجح will pass تنقوله أنه غدي ينجح بسهولة اللي بسهولة 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 with flying colors don't let something slip through your fingers هادي كي تعني أنك ما تخليش شي حاجة شي فرصة ضيئة مثلا ما تخليش شي فرصة ضيئة مثلا don't waste the opportunity you are leading four to zero be careful do not let the mud slip through your fingers هنا تقولي أنه don't waste the opportunity يعني ما تضيعش هاد الفرصة you are leading يعني أنت ره ربح بربع زيره be careful يعني التوخى الحذر do not let the mud slip through your fingers يعني كي يقولي ما تخليش هاد الماتش يضائم من بين يديك كما كان قولو حنايا حنا تنقولو لها ما تخليش هاد الحاجة ضائم من بين يديك it's like the same حنا تنقولو يديك وما تيقولو سباعك fingers don't let something slip through your fingers احنا move up in the world يعني become more successful move up in the world يعني أنك تقولي ناجح أكدر في الحياة flat broke flat broke يعني having no money at all يعني ما عندك الريال يعني ما عندك شفلوس having no money at all flat broke cry your eyes out cry your eyes out يعني cry for a long time فاش تسمعوا cry your eyes out عرفوا أنها تعني شي واحد يتيبك المدة طويلة يعني كان كيبك المدة طويلة يعني كان كيبك المدة طويلة الدرس اليوم من unit of gifts of youth especially communication lesson making and responding to complaints إذا كنتم عارفين how to make a complaint or how to respond to a complaint وكيفاش الدرس ممكن تحط في الوطاني وكيفاش خاسكم أنكم تجوبوا عليه باش تضمنوا النقطة ديالو فابقوا معنا في الفيديو هنا عدنا making and responding to complaints عدنا واحد الاكزامبول قبل خاصة نشرح لكم شنو كتعني complaints complaints guys هي في الشي حد متى تتعجبوا شي حاجة و تتشكى منا so for example عدنا i want to complain about و كتديرو شنو اللي انتو ما كتت complainيو about يعني شنو الحاجة اللي كتتشكو منا ممكن تستعملوا i want to complain about و ممكن تقولوا I am sorry to say this but تررن تررن مثلا تقولوا I am sorry to say this but you disturb me with your music يعني I am sorry باش نقول هكا ولكن راسطاتين بالموسيقى ديالك I am sorry to say this but you disturb me with your music I don't know how to say it but و تديرو دك شلي كت complainيو about تقولوا I have a complaint to make تديرو full stop و تقولوا دك شلي انتو ما كتشكو منو ولا تقولوا Excuse me but there is a problem with the wifi network متلا ولا room service متلا لك انت فيش اوتل etc ولا wifi لك انت فيش كافي etc انت كمشوش حالات يا اما ال complaint تتقبل يا اما كتترفض يعني دك شكوال اللي انت كتقدم يا اما كتتقبل يا اما كتترفض عدنا accept and a complaint for example عدنا I am sorry this will never happen again يعني كتتعرف انا الغلط ديالك I am sorry this will never happen again يعني هادش معمرو ما غد يتعاود I can tell you how sorry I am ولا تقولوا I am really sorry about that ولا تقولوا but it's totally our mistake it won't happen again يعني كتتقول لهم انا الخطأ خطأ ديالنا وما عمرو ما غد يتعاود ممكن تقولوا I am sorry foster I wish it never happened not reject and a complaint for example وعدنا I am sorry there is nothing we can do about it يعني كتتعتادر منو I am sorry واللي كرة كتقول لي رامنشي معدنا ما نديرو احنا بها المشكلة ولا تقول sorry but it's not our fault يعني كتقول لي sorry كتعتادر منو ولكن كتعتادر منو ولكراماشي الخطأ ديالنا I am afraid there isn't much we can do about it كتقول لي ما كنظنش انا كنشي حاجة اللي نقدروحنا نديروها هنا هاد الدروس ديال communication كييجو على جوش الاشكال في الامتيحة الوطاني مما تيجو على شكل تيعطوكم واحد statement تيحطو لكم واحد الجملة واحد statement وتيقولوا لكم انتو ما قدموا واحد complaint ورسوديوا لي يعني غاتكتبوا واحد complaint وغاديتقبلوه ولا ترفضوه انتو فيشي كافي والواي فاي ديالهم ما خدامش لك make a complaint متعلا انتو كي يخصك تقول ليهم I am sorry to say this but there is a problem with the wifi network متعلا هما فشي يقولو لك جوب خاصتك الجوب يا إما اتقبلو وتو اتقول لهم I am sorry this will never happen again يعني هادشي مغادش يتعاود غادي نصلحوا المشكيل ولا غادي تقول لي sorry but it's not our fault يعني ماشي الغلط ديالنا يعني ارى من الشركة اللي قهت على انتغنات ولاشي حاجة بحال عكا الحالة الاخرى اللي ممكن يجي فيها التمرين الاشكل طابلو تيعتوكم طابلو تيعتوكم بزاف ديال statements for example تيعتوكم فوحد الخانة I am sorry to say this but the wifi network is weak مثلا or is not working وكيعتك مثلا مثلا اخر فيها please can you help me with this ولا مثلا شي واحد اخر فيه for me it's dangerous مثلا شي حاجة بحال عكا شي expressions وفي الخانة الاخرى تكون واش request واش complaint واش opinion كده كده كيقول لك أربط كل category مع sentence ديالها يعني مثلا I am sorry to say this but خاصكم تربطوها مع complaint يعني ما يعطوكم sentence وانتو ما يتلبو منكم انكم تكتبو واحد complaint ولا انه ما يعطوكم جمل وانتو ما تصيلو كل جملع مع category ديالها so guys لدينا examples I am sorry to say this but there is a mouse in my hotel room ويقول لها I am really sorry about that we will come right now يعني كي يقبلو واحد ال complaint يتقبلو وتيقول لها أنا غادي نجي دابي يعني باش نصلحوا الموشكل المثال الثاني I want to complain about the loud noise you were making last night يعني تيقول لي أنا بتنديرو واحد complaint على السطع اللي كنت يدرتي البارح بالليل I am sorry this will never happen again كي يقول لي ما قبل قبل شكوى دياله تيقول لي I am sorry كي أعتادر منك هاد شي ما عمرو ما غدي تعاود مرة أخرى this will never happen again المثال لدينا الآخر I am afraid I have to complain about the poor wifi in this cafe يقول لي هنا عندي واحد complaint about the poor إذا ما ويك يعني ضعيف لان تغنى ضعيف هاد الكافي يقولي sorry there is nothing we can do about it إذا كل complaint يترفض تيقول لي sorry ولكن ما عدنا من ديرو حنا هيا ما عدنا حاجة ما نديرو لك باش نصلحوا لك المشكلة درس ديال اليوم هو على grammar مليون ديال gifts of youth اللي هو phrasal verbs phrasal verbs كان عارفوا أنه حد درس شوية صعيب اللي يخص أنه تعقله شوية للمعنى phrasal verbs اول حاجة خصنا عارفوا هي المعنى phrasal verbs اللي يتكون هو base of the verb يعني الفرب عادي مثلا stay eat sleep يعني verb بلا ing نسموه base يعني base of the verb plus particle تكون عندنا out in off about about etc so guys a phrasal verb consists of a base verb a normal verb يعني verb عادي and a particle particle a word such as in out down or off هادو ما يسموهم particles يعني يكونوا بحل هاكة in out down off about etc when the base verb and the particle are put together they form a new meaning different from the meaning of the base verb يعني فشت يكون عندنا فشت يكون عندنا الفرب بحدو يعني او لنا واحد الحاجه ولكن فشت نزيد الى particle تتبدل معنا يعني إذا قلنا stay ما هي stay out يعني stay كتاني حاجة فشت نزيدوها out تتولي تتغير لها المعنى ديالها كشيالش بعد الغترة تتلقوا stay ممكن نموضيفيها زيال معاني يعني ممكن نزيدوها أو تتولي لنا واحد الحاجة ممكن نزيدوها ممكن نزيدوها in هنا لدينا مثلا put out doesn't mean put and hand in doesn't mean hand هنا لدينا the particles that are most used are in and out stay out يعني not returning home يعني stay out لا ترجع للدار يون stayed out late his mother was worried يعني هو بقى في بره الدار هذا الشيء لش ماما كانت متقلق عليه يعني stay out يعني انه مرجعش للدار to stay out out هي بره stay يعني تبقى بره الدار او بره الكلاسروم يعني تبقى في الخارج hand in to submit a paper يعني غتكونوا في الاكزام والليلة كانتشي assignment يتمرين وصل الكلاس تسمعوا التيتشر ديالكم تقول يعني تعطوه الوراق ديالكم hand in to submit a paper you should hand in the paragraph in 30 minutes يعني خاصكم تقدموا ديالك الوراق ديال البراغرف اللي كتبتو in 30 minutes يعني to submit ask in يعني في الدار ديالك يعني inside the house يعني ان شي واحد يعرض على شي واحد لداره مثلا my grandmother always asks me in for a cup of tea يعني my mother always asks me يعني تعرض علي الكاز الكاز ديالتي باش نشربه قاته يعني asks me in يعني لدار ديالها to let in let يعني تخلي and in يعني داخل شي حاجة يعني ان شي واحد يدخل شي بلاسة let in allow someone to enter يعني انك تسمح الشخص باش يدخل شي بلاسة it's raining please let me in تقول لي انها تسمح معافك خليني ندخل look out to look out to keep someone outside to look out يعني هنا في الشفاء و ديالة مرة شي حاجة برا شي حاجة خيري شي بلاسة out look out يعني to keep someone outside يعني تخلي شي واحد برا don't let the cat sleep near you look it out يعني ما تخليش القط يعني نعز حداك تخليه برا take out يعني to take someone for a trip to take out to take someone for a trip in mother's day i will take my mom out يعني انك تخرجها برا شي بلاسة look out to look out يعني to finish using a computer system يعني مثلا انك تخرج من مدازة لوجي out يعني يعني انك توقف استعمال ديالديك الابليكاسيو لدك الكمبيوتر etc يعني بحالة بيت تخرج من الابليكاسيو لدك الكمبيوتر فيسبوك تدير يعني تخرج to stop using a computer ولا فيسبوك أب ولا etc anything you should always look out from your facebook أكاون يعني ديما خلصك تبقى تخرج من الأكاون من ديالك مثلا انك خدمتي في شي اه سيبر كافي ولا شي حاجة يعني كي خلصك تخرج منه المهم هنا يعني the most used phrasal verbs يعني break down break down كنت تستعمل بزاف فقالنا في البد بزاف البروفيسور كنت يعود بزاف هي break down يعني stop functioning تنقولوها على مثلا cars يعني طموبيلة تنقولوها على bicycles anything that stops functioning يعني يعني ما تبقىش خدا ما توقف تخسر مثلا any machine أي مكينة أو أي حاجة بحركة break down break down يعني get upset يعني شي حد يتقلق يعني break down يعني تتقلق بزاف call around يعني phone many different places ل people يعني فاش تكون شو واحد هالتلفون يبقى يصنر بزاف الناس يعني call around call back call back back هي ترجع يعني to return a phone call يعني شي حد عيت لك أنت خاصة تعود تعيد لي مثلا أنت غادي شو بلاصة وعيت لك شي حد بقى لك وش وصلت قلت لي هلا مازالك يقولك please call me back when you are home يعني عيت لي يعني أن تصل للدار call me back يعني أنهر عيت لك يقولك عيت لي يعني أنك ترجع للأبل calm down calm down to relax after being angry يعني calm down معروفة بزاف كتستعمل بزاف يعني أنك تريلاكس يعني أنك تهدن eat out eat at a restaurant هذه سهلة بزاف انت بذلك اجب أن تستسلم هنا نحن نتوب فايتين فايتين يقولها بزاف كوريان يعني في كوريان دراما يقولون بزاف فايتين يعني شي واحد مايستسلم يبقي قاوم طيقة شي حاجة يعني حارب قابل عبضا قابل عبضا يعني داي يعني يموت قابل عبضا دمت الغروب كما تستعمل بزاف ويكاوب يعني انك تفاق هذا كان واحد الاكزامبل لتحط في امتيحان وطني كما تعرفوا رائتين عشرات النوقات هذا الارتكل كانت تحط على موبايل فونت او قلوا لكم رائتين ارتكل لتحط في ميليون مجازين ويقوم بمتلا لتحط في ميليون مجازين يعني الطبئ اعطواها لكم سهلة هنا قالوا لكم الاكتر يتكتبوا مثلا 300 كلمة هنا اعطوكم الطبئ واضحة قالوا لكم ارتكل يعني هاتكتبوا واحد الارتكل قالوا لكم هنا الادفنتج يعني الاجابيات السربيات قالوا لكم مثلا الادفنتج تتواصل بوحد الحرية تكستين يعني تتكستين يعني تتصور يعني اعطوكم سهل عليكم قادية عاونكم بعض الافكار يعني الادفنتج ممكن تتكره هاتشي يعني الادفنتج اعطوكم واحد الامثلة مثلا يعني انك تقول خطير استعمال تيو فون فاش تكون الواحد سايق نو فايس تو فايس كوميونيكيشن يعني تكون طواصل غرف تليفون ما كيكونش واحد فايس تو فايس كوميونيكيشن اكترا و اعطوك هنا يعني تقدر تستعمل الابينين ديالك هنا يخصكم تكتبو اه ارتيكل يعني الادفنتج و الديزادفنتج ديال موبايل فون اللي عاونوكم بهم هنا خصنا نعرف اوه حاجة هي الستركتشر ديال الارتيكل يعني البناية دياله كيفية تكون الارتيكل تكون فيه واحد المقدمة و واحد العرض و واحد الخاتمة يعني تكون الانترو المقدمة كي يكون فيه المحتوى ديال الموضوع الذي تتهضر عليه والكونكلوجين فاشتة تسد الموضوع يعني الخاتمة خصنا خصكم تديرو جوج حويج تهضروا على الحاجة اللي بيتو تهضروا عليها بالضبط يعني كنقول لها تي سي ستيتمنت هدير كم علومة اضافية كنسموها تي سي ستيتمنت المهمة اللي خصكم تعرفوا هي انكم خصكم تتذكروا دكشين انتو ما بيتو تهضروا عليه يعني هنا يقدر ممكن تدر واحد تعريف لهذيك الحاجة اللي بيتهضر عليها مثلا اموبايل فون is a device that makes the world a small place because it helps people to communicate and to know the news of the world يعني انا درتي انا موبايل فون واحد device اللي كي يصغر العالم و كيعاون الناس باش يتواصلوا و باش يعرفوا الاخبار دي العالم تدير however full stop however موبايل فون ها انت تكرت لهم على شنو بتهضر قلت لهم على الموبايل فون و قلت لهم على advantages and disadvantages الانتردكشن دي الارتكل ماشي بحال ايميل تقولي today i want to talk about ولا i am writing to you to tell you about كده كده لا كتجيونيشا تديروا موبايل فون have many advantages and disadvantages يعني ذكرتي تكشري بتي تتحضر علي بلا ما تقول now i am going to talk about the advantages and disadvantages of cell phones ولا of mobile phones يعني مخصاش تكون بحالكة كدهوا البراغراف الليولا في the body كي يخصكم تديروا على انكم بيتهضروا على مثلا الادفنتجس مثلا هنا بدينا هما عاتينكم الادفنتجس والادفنتجس يعني غايكونوا واحد جوج ديالي باراغراف صغار تكون على الادفنتجس واحدة فيهم تكون على الديزادفنتجس مثلا هنا في البراغراف الاولى درنا موبايل فونز have many advantages that make everything easy يعني درنا واحد اننا بنا نهضر على موبايل فونز advantages يعني ان موبايل فونز have many advantages that make everything easy كنديروا فولستوب تندير فرست باش مبدون نقولوا علاش يعني اشنا هما الاجابية ديال التليفون كنديروا مثلا people can communicate with their families and friends in distance يعني كقدروا الناس يتواصلوا مع العائلة ديالهم والاصدقاء ديالهم مع البعد in addition باش نزيدوا حاجة اخرى عدنا واحد link in words كما قلت لكم في الرائت ال link in words هما اللي يعتقوكم هما اللي يخلو البراغراف ديالكم متسلسلة ومقاددة in addition thanks to mobile phones people can create memories يعني الناس كقدروا يصنعوا واحد ديكريات by taking pictures يعني taking pictures اللي اعطوها لكم هو موضوع اقتراحات اللي قالوا لكم ممكن تستعملوهم taking pictures videos and recordings يعني تسجيلات الفيديوهات تصور تصنعوا ديكريات عن طريق اخذ صور ولا فيديوهات ولا تسجيلات moreover باش نزيدوا حاجة اخرى كما كتشوفوا with mobile phones people can watch movies يعني كقدروا تفرجوا في افلام listen to music and read books and novels as pdf يعني هنا ايا people can watch movies كنديروا كما بلما نبقى ونعودوا and 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 كنديروا people can watch movies كما listen to music كما and read books يعني تل اخر واحدة عدت نديروا and and وقايز هنا يصافي يعني الايجابيات قلنا انهم يقدروا تفرجوا افلام يقدروا ان يقرأوا بوكس ولا novels في pdf يقدروا ياخدوا تصور يقدروا يهضروا مع الناس وخبعد عليهم نديروا هنا على رغم من ذلك كما mobile phones يعني هذه هي topic sentence ديال هذا الparagraph يقدرنا اننا بنا هضروا على الموبايل فون using a mobile phone while driving is dangerous يعني خاطر انك تستعمل تليفون انت سايق هذا واحد الفريز اللي تستعمل بزف يعني يسبب لينا bring about accident يعني ممكن يكوزي لنا واحد ليس اكسيدن full stop ام كبيرة كما باش نزيدوا حاجة اخرى with using mobile phones only there is lack of face to face communication يعني كان واحد الغياب ديال face to face communication in addition قبل منها نقطة بعد منها فاصيلة because students use their mobile phones too much يعني انه they don't care about their duties in school كنا عارفيني لجد because في الول ديال sentence هكا كنديرو they don't care about their duties in school يعني ما كيتم مش بالواجبات المدرسية يعني as a result between semicolon and comma they feel يعني كي يسقطو thus يعني بالتالي thus كتجي قبل منها نقطة بعد منها كاما thus يعني بالتالي mobile phones can affect our social life يعني mobile phones ممكن يطروا لنا على الحياة الاجتماعية ديالنا صفي هنتو ما اذكرتو هنا الايجابيات هنتو ما اذكرتو هنا السلبيات كتجيو هنا الخاتمة كتبداوها بي اما to sum up كما قدرنا في الفيديو ديال هادك اهم فيديو اهم فيديو وضروري خصكم تشوفوه انبقى كل مرة انفكركم فيه حيث ضروري انكم تشوفوه ضروري في اي حاجة كتخصوا ال writing المهم هنا يعدنا في ال conclusion to sum up to sum up or to conclude اي حاجة اي حاجة ممكن تستعملوها اي حاجة مهم تبدو بها الخاتمة ديالكم من ذلك المصطلحات اللي كنت اعطيتكم في هذا الفيديو to sum up عندهم الادوانتاجات وعندهم وعندهم تزادوانتجات درنا هنا فولستوى فورمي باش نعطى opinion ديالن فورمي كاما موبايل فونس اعطي اهم مهمة يعني فورمي بنسبة لي انا موضي الفنزة مهمين بزاف حيث مفيدين بزاف يعني مهمين حيث مفيدين يعني تيفيدونها بزاف هكا هادي استركتر دي الارتقل تيكون فيها انتردكشن تيكون فيها دبادي اللي كيكون فيه ججلي باراغراف مثلا وحدة فيها هما لايجابيات وحدة على السلبيات ولا وحدة على قوز وحدة على افكت اكستر مهم عليها حسب هم ما نطالبين منكم انها الكنكلوجيون كتبتها باحد تلخيص الهضرات دياله يعني مثلا انتو السامب والإنبريف اكستر كتبت على الموضوع اللي هضرت عليه وممكن تعطي فيه الرأي ديالك الشخصي اتمنى تكونوا فهمتوا كان هاد اول درس ديال اليوم مقبل في الفيديو الى فهمتوا كيفاش تكتبوا يلا عرفتوا واحدة استراتيجيات ديال الكتبة اه غادي تقدروا تكتبوا اي حاجة تحتاط لكم خاصكم تعرفوا غير structure يعني قدروا نفس طريقة تستعملوها في paragraph تستعملوها في image تستعملوها في article تستعملوها في essay كختلف غير structure ديال essay وديال article يعني البناية ديالهم واش كنستعملو واحد hello there مترا ما بدون نكتبوه ولا واش كنستعملو واحد topic sentence supporting ideas concluding sentence ولا واش كنستعملو introduction body conclusion اكسترا يعني هاد شركة تبدل غير structure البناية اما المحتوى تكون بنفس الطريقة تقدروا تسلكوا بعراسكم في اي type of writing so guys متنسوا شوفوا الفيديو اللي قدت لكم اخلي لكم في description box ديال five advice يعني خمس نصائح من اجل ال writing and good luck and see you in the next video